اهلا بكم في الصوم في حياة شخصيات كتابية نختم اخر حلقة النهاردة باعظم شخصية في حياتنا هو ربنا يسوع المسيح لكل المجد وازاي رسم لنا الطريق ومنهج الصوم للنصرة على الشيطان واداني حاجات بسيطة جدا بنعيشها كلها في حياتنا دي تدين النصرة على الشيطان فايه الحاجات اللي عملها المسيح للمجد لما نرجع لانجيل لوقا صحة 4 بيكلم صحة 4 بداية صحة 4 اية واحد واثنين بيقول حاجات مهمة اوية ناخد بالنا كويسة اوية من الايتين دول اما يسوع فراجع من الاردن الاردن هنا بعد ما اتعمد راجع من الاردن يعني المعمودية ممتلئ امان الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية اربعين يوما يجرب من ابليس لم يأكل شيئا ولما تم اتجاع اخيرا وبعدين جيه الشيطان يحربه ورد عليه المسيح بثلاث ايات من العهد القديم مكتوب مكتوب ليس بالخبز وحده واحد الانسان مكتوب لا تجرب رب الهك مكتوب لرب الهك تسجد واحده تعبد فهنا عندنا ربنا رسم لنا طريق ومنهج النصر على الشيطان هم حاجات لازم يكونوا مع بعض ما ينفعش تكون حاجة لوحدها المعمودية هنا والاسرار الكنسية عمتا فهنا المعمودية اساسي لان المعمودية والميرون بيدون تجديد الطبيعة والامتلاء من روح قدس وبتدي روح قدس يسكن في الانسان والانسان لما يكون حريص انه يمتلق من روح الله باستمرار يقتاد بالروح فروح ربنا هو اللي بيحركه مع الصوم زي ما المسيح صام اربعين يوم مع الصوم ومع كمان استخدام كلمة ربنا والتسلح بكلمة الله زي ما نشوفها قفس الستة اسلحة النصر كلها خذوا سيف الروح الذي هو كلام الله وزي ما يقول في ارمية 23 أليست هذا كلماتي كنارة وكمترقة تحتم الصخر فهنا كلمة ربنا هي اساسي في حياة النصر فالحاجات دي مع بعض كلها هي اساس النصر على الشيطان المسيح للمجد لما اخذ جسدنا وطبيعتنا عمل الحاجات دي عشان كلنا لما نعيشها في المسيح نقدر ننتصر على الشيطان بسهولة موضوع ما يبقى الصعب لو تمسكنا بالوسائط الحلوة دي مع بعض فهو رجع من الأردن المعمودية ومتلع لما الروح يقتاد بالروح من البرية صام أربعين يوم وبعد كده لما جي الشيطان يحربه وجهه بكلمة الله وقال له مكتوب 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 فهنا المسيح قدم لنا الصوم حاجة أساسية جدا في النصر على الشيطان ومرتبطة بالأسرار الكنسية بتربطة المعمودية مرتبطة بقيادة الروح القدس لحياتنا اليومية مرتبط بكلمة ربنا لما نتسلح بها فهنا منهج بسيط واضح قوي عميق المسيح لكل المجد ابتداء وقدمه لنا نقدر كلنا نعيشه نقدر كلنا نعيش يبقى الحاجة دي أساسية في حياتنا فننتصر على الشيطان بقوة المسيح الساكن فينا لإلهنا كل مجد وكرام لأبد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر